6.755 مجلس الأمن الملتأم في نيويورك بالإجماع على إرسال 300 مراقب عسكري غير مسلح إلى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار 6.755 مجلس الأمن المجلس يرحب بمشروع قرار مجلس الأمن ينبغي معاقبة المسؤولين على العنف الخطير في سوريا بالإضافة إلى المطالبة بوقف أي اعتداءات على المدنيين وإطلاق صراح كافة المعتقلين 7.755 يحق للمتظاهرين التعبير عن رأيهم والتحرك بحرية 8.755 على شركاء في سوريا أن يعملوا جيدا على إحلال نظام ديمقراطي بغض نظر عن أي اعتبارات عنصرية أو دينية ومن المهم جدا أن يأخذ الشعب السوري قراراته السياسية بنفسه 9.755 على كافة الأطراف والسلطات السورية وقف العنف تماما والانصياع إلى قرار مجلس الأمن كما على الدول التي لديها تأثير على المعارضة السورية الانصياع إلى المثل 9.755 يجب أن تسمع سوريا صوت المجتمع الدولي بعد سقوط 11 ألف قتيل إن اعتماد هذا القرار اليوم مهم جدا ويجب أن لا ننسى أن الوضع في سوريا مريب جدا 10.755 لأن ديمشق لم تطبق أحكام مجلس الأمن الذي أعلنت التزامها بها فهي استمرت في القصف والاعتقالات العشوائية وفي الاعتداءات الجنسية 11.755 النظام السوري يطيح بكافة قرارات المجتمع الدولي 11.755 والحكومة السورية من جهتها جاهزة لتوقيع البروتوكول النظم لوزع بعثة المراقبين 12.755 عندما تكون الأمم المتحدة جاهزة لذلك 13.755 على أساس التفاهم الأولي 14.755 إن بلادي أيها السادة لديها مصلحة حقيقية 14.755 في نجاح عمل بعثة المراقبين 14.755 انطلاقا من حرصها على أمن الوطن 15.755 واستقراره وسلامته وسلامة مواطني 15.755 ونؤكد هنا على ضرورة أن يؤدي هؤلاء المراقبون عملهم 16.755 على أسس من الموضوعية والحياد والمهنية عند تنفيذ تفويضهم 16.755 إضافة إلى بند المراقبين ينص القرار على نقاط عدة أبرزها 16.755 التمسك بخطة المفد الأممي كوفي أنان 16.755 ودعوة الحكومة السورية إلى عدم استخدام الأسلحة الثقيلة 17.755 وسحب حشودها العسكرية من المدن المأهولة 17.755 كما يطالب الأطراف جميعا بمن فيها المعارضة إلى وقف أعمال العنف 18.755 التحرك الأممي حيال سوريا لم يقتصر على اجتماع مجلس الأمن 18.755 بل امتد إلى الأرض السورية نفسها 18.755 إذ زار وفد من بعثة المراقبين الدوليين مدينة حمص 18.755 والتقى محافظها كما جال في أحيائها 19.755 واسط انتشار للمواطنين المطالبين بالتدخل الدولي 19.755 أما في العاصمة دمشق فقد أفيد عن دوي انفجار في مطار المزة العسكري 20.755 عازته الإخبارية السورية إلى تدريبات دورية يقوم بها الجيش 20.755 إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن القوات النظامية عمدت بعد وقوع الانفجار إلى قطع الطريق المؤدي إلى دمشق من جانب المطار 21.755 وفي محافظة دير الزور قرب الحدود السورية مع العراق فجر مسلحون خط أنابيب نفط ما أدى إلى اندلاع حريق بحسب وكالة الأنباء الحكومية 21.755 تدريبات دارية حكومية المطار الأنباء حكومية للتدريب 21.755 تدريبات دارية حكومية الدورية 21.755 التدريبات تواصلت في مختلف المحافظات السورية 21.755 فقد شهدت كل من إدلب ودير الزور وحماء ودرعة مسيرات داعمة للمدن المنكوبة 22.755 رفعت فيها الشعرات الداعية لرحيل الرئيس السوري بشار الأسد في المقابل شهدت مناطق درع حملات دهم واعتقالات واسعة قام بها الجيش النظامي الذي عزز من تواجده مستقدما مزيدا من الدبابات والعتاد